السلام عليكم اهلا وسهلا فيكم حبابي ان شاء الله رب بتكونوا بخير وصحة والسلامة بحب ارحب فيكم وارجعت لكم فيديو جديد فيديو كله نشاط وكله حماس اليوم طبعا سحيت الصباح طبعا كالعادة وشربنا كهوتنا بس ما صورت اول شي بدنا نعمله اول اشي هون احنا كنا زرعين تينا مبارح وابو احمد عود رجع جاب كمان شجرة تين وبدنا نزرحة شايفين حتى عليها حبة وحبتين صغار ان شاء الله انها تنمو وتكبر وتثمر والطعمينة والطعم الاحباب طبعا احنا من عشاك التين كثير بنحبه طبعا هنا سبعان الله اليوم التكس بجنن شمس اول اشي وهواها كثير كثير حلو ومنعش فهذا وقت الصباح طبعا يمكن تقريبا ساعة عشرة ونصق الصبح طبعا مش من بدري بدري بس يعني لسه التكس حلو فابو احمد طلع من بدري واشترا كمان شجرة تين تين موازية وهان زي ما انتو شايفين حفر لها بدا يزرعها هان بحاول انها هيكي يرخ شوية الشروش وهونا زي ما انتو شفته حفر الحفرة وحطينا التينة وبدنا هلا نضيف عليها لتراب ونضيف عليها كمان شوية سماد هذا الكيس اللي على الشمال اللي على الارض هذا كيس سماد عضوي اشترنا من محلات اه خصوصي للزريعة فطبعا لازم لما نزرع هي شجرة زي هيك لازم نحط لها سماد علشان تكوى وتدوكي ميح بالارض طبعا هون زرعناها وهلا اه عندنا هدول الاحجار حلوين اه والاصفناهم حولين الشجرة شايفين هذا النوعية كثير زاكية اللي هو بنحكي لها احنا بفلسطين تين موازي طبعا هون في كمان اه ورد جوري زرعنا كمان اه ورد جوري واحدة لون خمري واحدة لون زهري اه في الزاوية هون زرعتهم كان انا كنت زرع انا السنة اللي فاتت زنبكة وكنت مفكرة انها رح تنمو ورح تطلع بس نشفت وشلناها وزرعت بدلها ورد جوري هون الورد الجوري هلا بلش طبعا يورك بلش انها اه بدها اي 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 طلع الزهرة لسا يعني الزريعة مش تاك كم يحميح طيب هلا بعد ما خلصنا دخلت على المطبخ يمكن كانت بحدود الساعة وحدة الظهور اه بدي اعمل كيكة طبعا كيكة الشوكولاتة رح اعملها كيكة عادية الخليطة العادة اللي هو عبارة عن بيض وسكر وزيت ورح اضيف انا بحب اضيف على خليط الكيك حليب الحليب بيعطيها كوام وبيعطيها طعم جدا رائع بش عندكم حليب اه سائل ضيفوا مثلا حليب ناشف يعني بتحطوا لكل كوب من المي ملعقتين طعام كبار من الحليب البودرة اه وبردو بيقد الغرض وحليب البودرة برضو كتير كتير طيب في الكيك وفي الحلويات دفت هون ما يعادل ملعقة اه من البانيلا يعني اي اشي بنضيف له البيض في الحلويات لازم نضيف له بانيلا مشان ما يزناخه ما يعطي طعم اه مش حلو طبعا هون ضفت الزيت بعد ما حاولت اخفق البيض مع السكر ادوب السكر ضفت الزيت وهلا رح اضيف الحليب انا بضيف السوائل صراحة اشوف هيك بيعطيني نتيجة احسن بخلط السوائل كليتها اه طبعا ما بكثر اول اشي بحط بالتدريج مثل الحليب وبعضيها ببلش اضيف الدقيق مثلا اه الدقيق دايما نحاول النخله اللي هو الاطحين الابيض اه يعني اه للحلويات بيعطينا نتيجة احسن بكون هيك هش وفلفي هون انا رح استختمد تكريبا للكمية الكيك اللي بدي اعملها تكريبا كاسة ونص طبعا اه من المقات العاديات مش الكوب المعياري الكوب وبعياري بجزء بيتكم تستخدموا ثلاث اكواب. اه لهم صلي على سيد محمد طبعا هون بدي ادمج للطحين هلا اخلطها مياه حميه وطبعا رح اضيف لها كمان ملعقتين صغار من البيكن بودر بما انها كيكة شوكولاتة رح اضيف هون هاي الملعقة الصغيرة ضيفت تكريبا رح اضيف اربع ملعق من اه الملعقة الشاي اذا اه ملعقة الطعام ضيفو ملعقتين كبار اه ملعقتين ونصف نحاول النخل برضو نخلت هون البيكن بودر مع الكاكاو وراح ادمجهم الميح ونعمل اه لنحصل على خليط كيك اه ممتاز. طبعا انا محمي الفرن ع درجة حرارة ثلاثمية وخمسين فهرانهايت. اه يمكن اه في بلادنا العربية درجة الاحرانة. اه يمكن لازم يتحموه بين مية وستين يمكن لمية ثمانين حسب المهم تخبزوه على على البطيق يعني للحلويات. جبت هنا بايركس كنت رشيته باللبان بالزبدة ورشة بسيطة من الطحين وهنا يعني اضفت خليط الكيك بالبايركس. لسه انا بدي اعمله كمان طبقة فانا كمية الكيك هاي بنقدار لطحين كاسا ونص جدا مناسبة لهذا البايركس. لاني بدي اعمله كمان طبقة. اذا ما بتكن تعملوا كمان طبقة فيكم اضيفو كاستين من الطحين وتضيفو كمان شوي تسائل لبين ما تحصلوا على خاليط الكيك المعتادين عليه طبعا. طبعا هلأ صار عندي جاهز اني ادخل الفرن. طب لازم الفرن يكون موصل درجة الحرارة اللي هو ثلاثمائة وخمسين بغرانهايت. فهلأ راح ادخله على الفرن واتركها تستويب. هاي الاثناء بدي احضر للغدة طبعا. الغدة اللي راح احضره يعني ولادي بيحبوا الدجاج بالكريمة مع الفطر فرح اعملهم الدجاج بالكريمة مع الفطر. راح اعمل كمية يعني بسيطة مش راح اكثر اللي اللي يتناولوه ويكفيهم. عندي هون صدر الدجاج ممكن راح استخدم اثنين ونص من الصدورة. اه اه او صدر ونص هو باعتبار الكطعتين هذول صدر واحد للدجاجة انا رح استخدم كطعتين ونص فقطعتهم طبعا كطع مكعبات زي ما انتم شايفين هلا رح بعد ما اقطعهم رح اغسلهم طبعا انا زلت الزوائد مثل زوائد جلدية مرات بتكون او دهن فهذا بشيله طبعا ونتخلص منه واذا في عليه جلد بتشيله الجلد فعلا انا رح اغسلهم وهم يعني مش كثير يعني نضاف بس انا دايما بحب اغسل الجاج بمية بردة فهون بعد ما غسلتهم حطيتهم بالصحن وبرضه بنفس الوقت عندي هون ثلاث اكواب منه الرز الياسمين نكعتو لانه بمجرد ما ابلش اطبخ في الدجاج بالكريمة ما بيتحمل وقت كثير يعني بمجرد ما يتشوح الجاج ما بعدين نشتغل في الكريمة يعني الرز بكون معنا مستوي فهونا ضفت شوية من زيت نباتي وضفت تكريبا ملعقة كبيرة من الزبدة الحيوانية وضفت مكعبات الدجاج بعد ما حمي الزبدة والزيت بدي احمرهم تشويحة هيك ياخدوا على كل جهة ورح اشيلهم في صحين على جنيب طبعا انا كمان عندي الفطر الفطر طازة اذا مش متواجد عندكم الفطر الطازة استخدموا الفطر المعلب اللي بيكون في مطربنات اجزاز او اذا بتكون الحبة كاملة بيكون اطيب كثير من الفطر المعلب اللي بيكون في العلب بصراحة احنا متواجد هون دايما عندنا طول السنة الفطر الطازة واسعارها مناسبة فانا بحب استخدم الفطر الطازة في ناس يعني بحبوا العلب فيكم تستخدموا برضو العلب الحبة بس تكون الحبة كاملة يعني مش مشرح اول اشي الفائدة بتكون احسن وكمان اطيب طبعا هون كلبت الدجاج اخدت حميرها ورشيت رشيت ملح رشيت فلفل اسود في عندي بهار داش بهار داش بيحتوي على عشاب عطرية مع بصل بودرة او ثومة كثير كثير طيب رشيت رشة بسيطة ما كثرت لان الدجاج بالكريمة ما بده بهارات كثير وفي نفس الوقت لازم يكون في طعم زاكي طبعا هلا بنفس المكلة بنفس الزيوت اللي فيه دهن ضفت هنا الفطر الطازة عندي عندي تقريبا هلبة هيك متوسطة الحجم طازة وضفتها وبدي اياها تتشوح تشويحة بسيطة ما بدي اساتويه على الاخر لو الدجاج ما اساتويه كمان على الاخر لانه ما بدي انشفهم علشان لما اضيفهم على الكريمة يكون الدجاج طري والفطر برضو يكون فيه طعام زاكي بهاي الاثناء عبن ما يتشوح الفطر ضفت زيت نباتي بالطنجرة اللي على الغاز بدي اعمل الرز زي ما حكتلكم الطبخة هاي سريعة جدا وفي نفس الوقت منه بطبكها ومنه في نفس الوقت بدي اطبخه الرز طبعا هون الفطر عندي اتشوح شلته مع الدجاج في الصحن ضفت كمان ملعقة الطعام من الزبدة وهلا بدي اضيف كمان ملعقة الطعام من الثومة المهروسة عندي واشوحه ضفت زي ما انتو شايفين حبابي بعد ما حمز زيت ضفت الرز وبدي اشوح الرز وبعدين اضيف عليه رشة ملاح والمية واتركه يستوي على راحته طبعا زي ما انتو شايفين انا شغالة على الرز وشغالة على الدجاج بالكريمة طبعا هلا ضفت ملعقة الطعام من الثومة على الزبدة وضفت كمان ملعقتين من الدقيق الابيض علشان نحصل على القوام الكريمي للدجاج وضفت هون عندي تكريبا كوبين من الحليب وكوب من الكريمة السائلة للطبيخ اللهم اصلي وسلم على سيد المحمد طبعا الكمية بترجع لقلكم طبعا حسب انتو كديش بتكو تعملوه وهون حركتهم مع بعض هلا بدي اخليهم ينمزوا ويثكلو الكريمة راح يثكل الخليط والملعقتين الدقيق اللي ضفناهم راح يثكلو الخليط طبعا صاري عنا خليط هيك كوامو حلو طبعا بنشوف الملح اده بدي ملح اللي بنملح ضفت كمان شوية بهرداش وشوية فلفل اسود ما تكثروا كثير بهرات على هاي الكريمة وفي ناس حتى بس بيكتوه بالملح ورشة بسيطة من الفلفل الاسود بس انا بحب بهرداش معاها كثير كثير بيعطي طعم طيب ومرات بضفلها كمان ملعقة من بهار الكاري طبعا بالنسبة للبهرات بترجع لقلكم بس انا ما بحب طعمها يكون هيك باهت فبحب يكون فيها طعم زاكي طبعا الرز ضفنا الملح ضفنا الماي وخليطه يستوى على راحته هنا لما بلشت الكريمة تسخن وتغلى معي ضفت الدجاج وضفت الفطر بدي اياهم يعني الكريمة والدجاج والفطر ينمزوا مع بعض ويطعموا بعض وعيشوا حياتهم مع بعض الاكل هاي كثير ولادي بيحبوها اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد فيكم تعملوها كمان مثلا بقطع لحمة لحمة تكون طرية يعني ما بتحمل كثير في الاستواء طبعا يرجع لقلكم طبعا الرز هون شياكت عليا حسيت وبدو شوية وكمان بستوي ضلل له يمكن ابو ثلث اربع دقائك بكون عندي جاهز هلا خلصنا طبختنا تشكلنا مع الدجاج مع الكريمة والفطر جاهز الرز عندي جاهز الكيكة طلعتها من الفرن هون بدي اعمل الطبقة اللي رح اضيفها على الكيكة اللي هي القناج ضفت هون الشوكولاتة عندي يعني بتسيح وضفت عليها حليب او فيكم اضيفوا كريمة بدال الحليب بس انا خلصت من عندي الكريمة فاكتفيت بالحليب السائل وضفت هون كمان ما يعادل تكريبا ملعقتين من الكاكاو برضو الكاكاو يكون طعب وطيب بيعطي طعم كثير طيب مع الحليب والشوكولاتة وبمجرد ما يسخن عندي المزيج رح اضيف له تكريبا ملعقة طعام كبيرة من الزبدة وهون حسيته علشان يثكل شوية ضفت له تكريبا ملعقة من النشا كنت مدوبيتها بشوية حليب وضفتها على الخليط وبيدي اياها تجمد اشي بسيط يعني ما تصير زي المهلبية اخف شوية علشان هاي الطبقة بنا نضيفها على وجه الكيك تعطينا طبقة جدا رائعة وخفيفة وكتير زاكية طبعا الكيكة هون كانت مستوية طلعتها من الفرن عادي حتى لو هي سخنة فيكم اضيفوها وهي سخنة على طول وبعدين تخلوا الكيكة تبرد منيح وبعدين ندخلها الثلاجة يعني لازم ندخلها الثلاجة مشان الطبقة تجمع معانا وتبرد وهيك بتكون معانا جدا كيكة بالشوكولاتة بطبكتين اللي هي طبكت الكيك العادية وطبكت الشوكولاتة كثير كثير زاكية وخفيفة على فكرة لمحبي الشوكولاتة رح يعشكوا هاي الكيكة طبعا حبيبي هيك سهمدتها على الوجه رح اخليها تبرد شوية تفوج وبعدين رح ادخلها الثلاجة طبعا في الثلاجة برح ادخلوها خلا بينما تجمد وتبرد كيكة كثير طيبة يعني وخاصة بهالاوقات هلا عن جد يعني بتلبك تخذيها معاك مثلا لضيوف او رايحة تزوري اصحابكم اهلكم او ايجاك ضيوف كثير كثير جدا مناسبة هون طب ختنا صارت جاهزة شايفين طبعا ما رح اسكب قدامكم لان انا بس شهزت الطبخة اولادي يعني اشي مش جعان واشي برا البيت فما رح اسكب قدامكم بس ورجتكم تفاصيل الطبخة طبعا هون انا يعني كان علي شغل وخلاص التاكس كثير كان بجنن اولا بك ان الواحد يطلع ويشتغل برا حوالين البيت وانا ينظف وجهز الكعدة يعني الخلفية فهون طبعا طول الشطة يعني مطر وثلج وجو شتوي طبعا ما طلعنا فهونا انا قررت ان اليوم انظفها وارتب الكعدة البرانية لان الجو خلاص صار كثير حلو ولازم طبعا ننظف كابل ما نبلش نقعد ونقضي وقت برا طبعا الارض بدها طبعا شطف فطلعت مية وصابونة وبلشت ادعك فيهم وفي كثير اتربة وغبرة وغبار طبعا من الشتوية وشطفناها ونظفناها طبعا الطبايل رح انظفهم وامسحهم ونجهزهم اللي يكون كل شنظيف اللي الواحد لما يطلع بدها يشرب من جان كهوة او يقعد يستمتع بالطاكس طبعا يقعد على نظافة يا الله فعلا ما في بعض النظافة والترتيب يعني سبحان الله رح نفسيا لما الواحد برتب الاشي وبعد ما يخلص وشوف النتيجة كثير كثير انه بفتاح نفسيا طبعا كل الاشياء اللي موجودة برا هاي طبعا ثلاجة بنحط فيها المشروبات الغازية وبعد العصاير للصيف وبنستخدمها طبعا من العصاير لزيادة فبرضو نظفتها وصارت تلمع مثل الثلج طبعا هون يعني شطفتها كذا دور لان فيه اتربة وكمية غبار كثير متجمعة فيعني ما شاء الله يعني ما لحكتش اضل اعب بمية واضل اشتف طبعا انا لسه ما شبكت البربيش اه لو البربيش كان مشبوك كان سهل علي الشغل بكثير بس يلا مش مشكلة اه حبيت اني اه اشتفها بهذا الوقت يعني سبحان الله مرات يعني هون شايفين بعد النظافة شايفين ما احلى رتبت رجعت كل شي محلة والطويل والكاعدات طبعا ونظفناهم رجعنا كل اشي لمحلة طبعا بتحلى بتصير احلى بس ينور تنور الورود ونشغل النوفرة طبعا وبتصير ولا احلى من هيك كاعدة شايفين ما شاء الله وقصينا الحشيش طبعا كابلي بيومين وخلص بلش السيف اهلا وسهلا بالسيف فصل الربيع فصل السيف يعني سبحان الله بنحب نستمتع في كل الفصول حتى فصل الشتاء بنستمتع في كثير والحمد لله رب العالمين ما شاء الله طبعا ما في احلى من الطبيعة وهي التنات طبعا زرع ناهم ان شاء الله يكبروا ويثمروا وانطعميه ونغذروا ووكل وانطعمي الجميع طبعا وطبعا انا اليوم بتصل علي جوزي بحكيلي كمان جاينا مضيوف المغربيات على الصهرة فالحمد لله كنت مخلصة شغلي جوة البيت وبرا البيت وكل شي مية في المية الحمد لله رب العالمين الله يعطينا الصحة والكوة ويكوي جميع الامهات فعلا لان الامهات بيتعبوا برا وجوة طبعا هون هاي الكعدة لسا في كراسي ثانين ولسا ما طلعناهم وطبعا في زرايا في الكواوير راح نزرع ورود يعني بس مبدئيا يعني كان كل شي مية في المية جهزناها يعني للكعدة هنا انا طبعا اللهم صلي وسلم على سيد محمد حكيت بدي اخذ استراحة فعملت فنجان شاي كنت كمان كثير عطشانة بحب اشرب مية بالنعنع والليمون برضو حطيت مية من الثلاجة وعملت اللي في نجاج شاي كنت لوحدي حبيت اخذ استراحتي ويعني واعطي حالي شوية وقت دايما حباي بيخصصوا وقت لحالكم طبعا الصبايا الامهات اللي يعني بيتعبوا من لما بيصحوا الصباح بيصلوا صلاة الصباح بيمشوا اولادهم على المدارس يعني انا بودي ابن الصباح على المدرسة بصحي بنجهز وبطلع وبيرجع يعني باشرب في نجان كهوة وبعديها طبعا بعد في نجان كهوة طبعا بدي بحرات الروح في الوحدة بنصير بدنا ننظف بدنا نعنسل بدنا نغسل بدنا بنفكر شو فيه بدنا طبخة اذا المواد مش معجودة يعني بنصير بدنا نطلع على السوق ونجهز يعني سبحان الله مخ الام بتضل شغال لحد ما تحت راسها على المخدع حتى وهي تنايمة بتفكر شو بها تعمل لولادها ثاني يوم شو فيه عليها اشغال ثاني يوم يعني الحمد لله رب العالمين الله يكوينا ويكوي جميع الامهات يعني ست البيت هي ست بيت فعلا وفي ناس يعني بحكوا هالكلمة انا يعني بصراحة بستخد فيهم بيحكوا اوكي انت مكعدات في البيت شو بتشتغلين بالعكس اصعب شغل شغل البيت ربت البيت اصعب شغل عليها كيف شو بنشتغل اذا ما اشتغلنا ما في اشي بينجز طبعا اجو ضيوفي بالليل وطبعا عملنا اللازم ومن بين الضيافة طبعا عملت كهوة وهون طلعت الكيكة من الثلاجة قطعتها وحبيت ازينها بشوية فسك حلبي وكمان في عندي الورد المحمدي رح ازينها يعني يعطي لون كثير حلو مع الفسك الحلبي اللون الاخضر مع الاحمر او الزهري كثير بيعطيها لون حلو يعني اول شي نعمل كيك في البيت اوفر لنا وانضاف وازكى يعني هيك تعملوه في البيت لضيوفكم كمان كيمته برضو احسان فحطى لضيوفي بنبسط كثير كثير لما الواحد بحسوا انه عامل الاشي بايده يعني انه هيك بحسسهم انه بالاحترام اكثر كمان او هيك طبعا زينا الكيكة ما شاء الله طبعا وهلأ بدي اخذها على الجهة الثانية بدي اقطعها وعملت كهوة كمان رح اقدمها لضيوفي مع فنجان كهوة امريكاني طبعا الكهوة الامريكانية هيك طيبة خفيفة هي مش خفيفة طبعا حسب الواحد كيف بيزبطها بيسوي العيار احنا بنحبها وسط يعني مش كيلة كثير ولا خفيفة كثير ومنشرب كهوة عربية هيك انا زوجي عادة بعد العصر هيك بنعمل فنجان كهوة عربي وبنقعد برا هلا بالسيف وهيك كهوة عربي سادة طبعا هنا في بعض من ضيوفي بيحبوها مع سكر ومع الكافي ميت اللي هو المبيض الكهوة والباقي طبعا بنحبها سادة بدون سكر بدون مبيض هو نضيفتي عندي طيوفي وطبعا نقطعنا الكيك وهلا رح نقدم الكيك مع اطيب فنجان كهوة يلا اذا ما عملتوا كهوة مش ضروري يكون عندك ديوفكم واعملوا كهوة سواء كهوة عربية نس كافي كابتشينو كهوة امريكانية طبعا الكهوة الامريكانية يتواجدها في كل البلدان العربية او فيه ماكينات واللي ما عنده ماكينا فيه يستخدم شاف الترشيح او الفلتر مع الفلتر او حتى مياه سخنة او بالمصفا ينكع في كاسة كهوة او يضيف عليها مياة سخنة اه كوموا اعملوا كهوة يلا واي اشي موجود عندكم في البيت قدموا بسكوت كعك العيد حبت شوكولاتا هيك في السهرة دايما احنا بنحب السبايا سبحان الله خاصة لما يكون متجمعين الخوات مع بعض او الصحبات يعني او من بعض العيلة بنحب هيك نعمل نس كافي أو فنجان كهوة وأي إشي موجود شوكولاتات كيك أي إشي موجود بنحب نتناولوا معه بتكون صهرة حلوة حبايبي ما تنسوني شاركوا الفيديو مع أهلكم وحبايبكم شكرا لكم ورح أنهي هون الفيديو واستنون بوصفات جديدة فيديوهات جديدة وشكرا لكم وبي باي